تشهد العلاقات السياسية ما بين القاهرة وموسكو طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المستويات كافة هدى وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات اتصال لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية علاقات تاريخية تجمع مصر وروسيا حيث احتفل البلدان هذا العام بمرور ثمانين عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما وهي العلاقات التي تشهد زخما كبيرا في مختلف المجالات على المستويين الرسمي والشعبي وشهدت العلاقات السياسية بين البلدين طفرة كبيرة عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية حيث حرس على تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين على كافة المستويات خاصة السياسية منها وعززت زيارة الرئيس السيسي لروسيا واللقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قوة ومتانة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين حيث عاكست حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستويين الإقليمي والدولي وتشاركهم في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي في البلدين والفرص الاقتصادية تكاملية وتحرص مصر وروسيا على فتح قنوات الاتصال المتواصلة لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية فضلا عن التنصيق في العديد من القضايا الهام خاصة تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وليبيا ومجمل الأوضاع في المنطقة وشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي في الاجتماع الموسع الذي عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية مع الرئيس بوتين في مدينة سان بيترسبيرك بحضور سامح شكر وزير الخارجية في شهر يونيو من عام 2023 حيث أكد دعم مصر القوي لجهود المساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية العلاقات المصرية الروسية اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس السيسي حتى أصبحت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار وقد ارتبطت علاقات مصر مع روسيا بالظروف السياسية على المستوى الدولي التي كان لها دور كبير في التقارب المصري الروسي